أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند التريند النهاردة هنركز أكتر على موضوع لايحة المسابقات ولايحة الوقوبات اللي هتتطبق خلال الموسم القادم فظل الانبارح خلاص ابتدى بقى الشغل الفعلي لمسألة انطلاق الموسم الجديد إجراء مراسم القرع الحديث عن حضور الجماهير تصوير المباريات الكواليتي اللي هتطلع به صورة المباريات في الفترة الجاية تقنية الـ HD كل دي تفاصيل مهمة جداً فلازم نكون موجودين في الحدث عشان برضو نعرف جل كل مشاهدين ومتابعين إيه اللي بيحصل خلال الفترة الجاية لغاية لما تنطلق المسابقة من خلال متابعاتنا في السوشيال ميديا والمواقع والصفحات الرياضية خلال الساعات الأخيرة يمكن أكتر من موقع ابتدى يبرز بعض البنود لايحة المسابقات التي لم تنشر بشكل رسمي ولم ترسل بشكل رسمي للأندية حتى هذه اللحظة لكن لما يتم إرسالها بشكل رسمي خلاص سيبقى كل نادي عارف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه وإيه الحقوق وإيه الواجبات لكن من تابع السوشيال ميديا نشوف النهاردة بعض البنود اللي كان موجود على بعض الموقع مثلاً المادة رقم 98 في الليحة بيتكلموا على إذا ثبت اعتراف الحكم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم تلغى نتيجة هذه المباراة بقرار من إدارة المسابقات وتعاد طبعاً الليحة هنا موضحتش نوعية الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الحكم مما تتسبب في إعادة المباراة وما إذا كانت الأخطاء ممكن تكون فنية ولا تقديرية ولا إدارية ولا حتى خطأ أنه طلع يتكلم في وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام لأنه ممكن حكم يطلع يتكلم في نقطة فنية ويقوله أنا أغلطت في قرار أو فرق للجزاء هل قراره أو ظهوره في الإعلام ده هنا هيبقى فيه مساحة أن المباراة تليغي وتعاد هي الجزئية دي والباند ده في المادة دي مش موضحة لكن الجزء الواضح أو يقال لك إيه تلغى نتيجتها بقرار من إدارة المسابقات يعني لازم يصدر قرار من إدارة المسابقات مش باند واضح وبناء عليه تلغى النتيجة ديريكت لا لازم قرار من إدارة المسابقات في مسميات كده في اللوايح والقوانين لازم نركز فيه عشان نعرف الفرق لما بتيجي تطبق هذه اللوايح البند تاني او النقطة التانية بيقولوا من الاجزاء المقترحة ان في حالة اقتحام الجماهير لارض الملعب بما ان خلاص الفترة جاي يكون في حضور جماهيري الف مشجع لكل فريق والمباراة يكون فيها الفين مشجع بيقولك لو حالة اقتحام جماهير لارض الملعب في اللقاء المقام بحضور جماهيري مليون جنيه وخصم ست نقاط مليون جنيه وخصم ست نقاط لكن برضو الجزئية مش واضحة هل هتبقى على الفريق صاحب الملعب اللي المفروض هو اللي بينظم المباراة ولا جمهور الفريق الضيف اللي ممكن يكون اقتحم المباراة ونقطة تانية نفترض المباراة بدون جمهور وفي جمهور اقتحم هل هيبقى في القرار ايه لاننا بيقولك ايه في اللقاء المقام بحضور جماهيري مش في اللقاء بشكل عام برضو فيه تفاصيل لازم اللي حتحددها عشان نشوف الفترة الجاية هيحصل ايه بالزبط البند الثالث بيقوله يحق لكل فريق اجراء خمس تبديلات في كل مباراة على ان تتاح لكل فريق سلاس فرص لاجراء التبديلات والخمسة ولا تحتسب او ولا تحتسب اي تبديلات تجرى بين شوطي اللقاء من الفرص السلاسة ده عارفينه متبعه من اول ما الفيفة اقرد ده بسبب جائحة كورونا عارفينه تفاصيل دي في كل المباراة لكن الجزء بقى اللي جاي ده مهم جدا ايا كانت العقود ما بين الاندية مع بعضها في مسألة اللعيبة المعارة لايحة المساعدة بتقول يحق لللاعب المعار ان يشارك او ان ينشارك مع ناديه المعار اليه ضد ناديه الاصلي المعار منه ولا يجب الاتفاق على ما يخالف ذلك يعني نادي سين ونادي صاد نادي سين اعار لاعب لنادي صاد وكتب في بند الاعارة ان اللاعب ما يشاركش قدامي في المباراة ضدي لا هنا كده البند ده هيكون مخالف لللايحة فبالتالي لا اي لعب معار يلعب ضد ناديه الاصلي ما فيش اي مشكلة وهتبقى مشاركته سليمة طبقا لللايحة طيب الجزء اللي جاي كمان بند رقم خمسة او في الترتيب يعني تستقل حالات الانزارات والطرد التي توقع في مسابقات الدور العام كمسابقة منفصلة عن بطولات كأس مصر والسوبر وتعتبر كل مسابقة مستقلة بذاتها الا في حالات العقوبة او العقوبات الانضباطية يعني لعيب مثلا نفطرد الآلي كان بيلعب اخر مباراة كانت مباراة مثلا امبي في كأس مصر في لعيب مثلا في الآلي خد 3 انزارات هل تبقى لللايحة يغيب عن اول مباراة في الدورة لا يلعب مباراة الاسماعيل ولكن مباراة بره مدز في الكأس اللاعب هنا بيغيب وما يفعش يلعب مباراة بره مدز في كأس مصر وبالتالي هيكون في فصل بين الانزارات والطرد ولكن إذا كانت لجنة الاندباط خدت قرار اندباطي ضد أي لاعب أو جهاز أو مدير فني أو مدرب أو أي شخص إداري في الجهاز العقوبة الاندباطية تسري على جميع المسابقات المحلية سواء الدوري أو كاس أو كاس السوبر كمان من ضمن البنود بيقولك إذا قرر نادي الانسحاب من المسابقة تطبق عليه غرامة مالية تبقى لما تراه ربطة الأندية مش إدارة المسابقات ربطة الأندية اللي هتاخد القرار تبقى لما تتراه بالإضافة لاعتباره مهزوما بهدفين في المباراة التي انسحب منها ويتم خصم ثلاث نقاط منه وإذا انسحب فريق من الدور الأول تعتبر كل مبارياته في هذا الدور كأنها لم تلعب لكن إذا انسحب من الدور الثاني تبقى نتائجه كما هي في الدور الأول وتلغى في الدور الثاني طيب أيضا بند آخر من ضمن بنود الليحة توضيح إذا تم التساوي الفرق في النقاط في نهاية المسابقة بيقولوا إذا تم التساوي في النقاط بين فريقين يتنافسان على بطولة الدوري وقتها يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة ثم إلى فارق الأهداف يعني الأهداف اللي ليه واللي عليه بيطرحوهم بعض ويشوف فرق الأهداف في المواجهات المباشرة تمام؟ ولا يحتسب الهدف بهدفين خارج الأرض وفي حال التساوي هما في كل هذا يتم الاحتكام إلى عدد الأهداف التي دخلت مرمى كل فريق وإذا تساوي أيضا يتم اللجوء إلى مباراة فصلة إذن هنا الليحة بتقول المواجهات المباشرة وطبعا ده هنا الاتحاد الأفريقي أيضا بيطبق نفس الأمر تبقى المواجهات المباشرة عكس لايحة تصفيات كس العالم بتبقى فارق الأهداف طيب الجزء اللي جاي ده مهم جدا لأن الناس هتحاول يعني إيه تفهموا يعني أنا حاولت أقرأ كذا مرة عشان أفهموا لأن الشكل العام مش عارف هل هيبقى منطقي ولا مش منطقي أنا أتمنى يكون في مبدأ الجرار الرياضية لكن البندل قدامي ما بيقولش كده بيقول حاجة تانية عكس كده في حال عدم استكمال المسابقة لأي ظرف أو لأي أمور أخرى فإن حدث الإلغاء بعد حسم بطل المسابقة أو الهابطين يتم اعتماد نتيجة المسابقة كما هي بمعنى أني مثلا وصلنا للإسبوع التلاتين ولا قدر الله أي ظروف قهرة أو أي أمور طرأة أكبرتك على إلغاء المسابقة فبالتالي أو عدم استكمال المسابقة يعني لأن كمان في فكرة الإلغاء دي أنت لغيت النتائج لكن عدم استكمال المسابقة هنا أنت بتعتمد لو في بطل متحدد وهابطين خلاص أنت بتعتمدهم حتى لو لسه في أربع أسابيع لسه في المسابقة خلاص طيب أما في حالة الإلغاء دون حسب البطل أو الهابطين يتم اعتماد ترتيب المسابقة بعد إيقافها في حال تساوي المباريات الملعوبة بين كل الفرق يعني مثلا وصلنا للإسبوع التلاتين وكل الفرق لعبة زي بعضها هنا بيتم اعتماد ترتيب المسابقة والأول هو هيكون بطل الدوري والتاني هو الوصيف وبيلعب دوري أبطال والتالت والرابع بيلعب كونفيدرالية وآخر تلات مراكز بينزلوا للدرجة الأدنى ده لو وصلوا مثلا لإسبوع التسعة وعشرين أو التلاتين أو الخمسة وعشرين ومتساويين مع بعض وحصل ظرف ما فالمسابقة مش هتكمل أو هيتم إلغاءها طيب في حالة عدم التساوي إيه اللي هيحصل؟ بيقول لك بقى إيه يتم العودة لآخر ترتيب كانت الفرق متساوية فيه في عدد المباريات الملعوبة ويتم اعتماده لتحديد البطل والمشاركين قريا والهابطين ولن يتم احتساب الإسبوع المنقوس أو الجولة غير الكاملة بمعنى صح في الترتيب النهائي في تلك الحالة يعني عشان أبسطها لكم شوية فرقة مثلا وصلت للعبة تسعة وعشرين مباراة تمام؟ وفيه فرقة تانية بتلعب في البطلات الإفريقية وصلت لخمسة وعشرين مباراة فبالتالي هنا عندك فيه فرقة أربع مباريات والفرقة مش لعبة زي بعضها وأسابيع الدوري مش ماشية بنفس النسق متتالية طيب هتعمل هنا إيه؟ يقولك لا لو أنا بلعب في الأسبوع التلاتين والفرقة متسوية لغاية الأسبوع الاربعة وعشرين أرجع للأسبوع الاربعة وعشرين يعني الأسبوع الاربعة وعشرين يتلعب بالكامل ده آخر أسبوع يتلعب بالكامل أرجع للأسبوع الاربعة وعشرين يبقى الخامسة وعشرين والستة وعشرين والسبعة وعشرين والثمانية 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 والث تكون فيها جدارة رياضية وبشكل عام انا اتمنى الدوري كله طبعا يتلاقي 34 اسبوع والفرقة كلها تبقى في عدالة في اقامة المباريات في توقيت واحد وفي اماكن محددة وتكون الشروط ملزمة للجميع والكل يلتزم بيها عشان نشوف مسابقة عادلة وفي نفس الوقت مسابقة تطبق فيها المعايير الاحترافية لان كل دا كمان بيساعد على علو قيمة المنتج الدوري المصري